تحياتنا للجميع نحييكم عبر أثير إذاعة الجزائر من محطتها سعيدة وفي رحاب هذا اللقاء الخاص عبر أمواج الإذاعة والذي نسعد فيه باستقبال كل من السيد عبدالعزيج ودي والي ولاية سعيدة والوفد المرافق له كل باسمه ومقامه وأسعد أيضا باستضافة سيد محمد بغالي المدير العام للإذاعة الجزائرية والذي أصر أن يكون حاضرا في هذه الولاية الثورية والمجاهدة وهي تعيش على وقع أحياء الذكرى السيطين لاسترجاع السيادة الوطنية فمرحبا بضيف ولاية سعيدة المدير العام للإذاعة الجزائرية مرحبا بالسيد والي ولاية سعيدة سيد عبدالعزيج ودي بمقر إذاعة سعيدة والذي كان له الفضل بفضل توجيهاته طبعا في تزيين مقر الإذاعة من خلال تهيئة داخلية لاستوديوهاتها وأقسامها وهي اليوم بحلة جديدة بمناسبة الذكرى السيطين لاسترجاع السيادة الوطنية سيد الوالي كلمة بهذه المناسبة وبزيارة المديرة العام للإذاعة الجزائرية شكرا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المرسلين سيد المدير العام للإذاعة الجزائرية سيد رئيس المتشعب والولاي سيد أعضاء اللجنة الأمنية بالولاية السيد نائب بالبرلمان السيد عميري محمد مستشار سيد مدير العام سيد زبدة محيد محمد مدير تنسيقية لإذاعة الجهوية سيد المندوب المحلي لوسيل الجمهورية سيد رئيس تار تسعيدة سيد رئيس المتشعب البلدي لسعيدة أسرة الإعلام الصحافة سيدات وسيدة الحضور مستبعي الأفاضل لإذاعة تسعيدة عبر موجات البث المختلفة سلام عليكم الله رحمة الله وبركاته في البداية أود باسمكم جميعا أن أرحم سيد المدير العام سيد المدير العام لإذاعة الجزائرية سيد محمد بغالي والوفد المرافق له على تشريف ولاية سعيدة من خلال هذه الزيارة هذه الولاية التاريخية والمجاهدة اليوم سيد المدير العام للإذاعة الجزائرية نستقبلكم ضيفا عزيزا على ولايتنا ونحن نحتفي بالذكرى الستول لعد الاستقلال خمسة جوليا هذه الذكرى العزيزة والغالية على قيوبنا جميعا والعظيمة بعضا تاريخ جعبنا البطل إن يوم خمسة جوليا يعتبر محطة مهمة في تاريخ ثورتنا المجيدة التي نستذكر من خلالها بكل فخر واعتزاز تضحيات الشعب الجزائري ووحدته والتفافه لمحاربة استعمار فرنسي في العبر اليوم باستحضار قيم تضحيات شهداء ومجاهدي ثورتنا المجيدة هي من أجل تعميق معاني التضحية في سبيل الوطن واستثمار هذا الرصيد الرمزي من القيم والعبر في رص الصفوف وشحذ الهمم لمواجهة التحديات وتعزيز الأمل في نفوس أبناء هذا الشعب البطل للمضيق قدما على ضرب البناء والتقدم هي تحسيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل مستمعين الكرام لقد لعبت الإذاعة الجزائرية دورا محوري إبان حرب التحرير ورافق صداها المجاهدين خلال ملاحم البطولية التي صنعوها فقد تخطت الإذاعة الجزائرية منذ نشأتها الدور تقليد مناط لها القائم على نقل المعلومة وكان لها دور في تنسيق لعملية العسكرية المجاهدين من خلال بث بعث الرسائل المشفرة والرفع من معنويتهم كما كان لها الفضل في إيصال صوت الجزائر إلى المحافة الدولية وساهم نشاطها في كسب تعاطف ومساندة نظرائهم الثوار في العالم للقضية الجزائرية ليعزز بذلك الجهود التي كسبت الثورة الجزائرية اعتراف الدولية أيها السيدات الفضلايات أيها السيدة الأفاضل تولي سلطات المحلية اليوم الأهمية البالغة لهذا الصرح الإعلامي ونعتبر إذاعة سعيدة شهريك في التنبيه المحلية وذلك تماشي مع تعليمات وتوجهات سيدة رئيس الجمهورية سيدة عبد المجيد تبون النص على مواصلة توفير كل وسائل دعم والإسناد لقطع الإعلام من أجل تحقيق احترافية حقيقية وفاعلة في عالم يحتل فيه سلاح الإعلام والاتصال موقعا متقدما وحيويا في الدفاع عن مصالح الشعوب والأمم والتصدي لحروب الجيل الرابع لهذه فألنين من الجزائر هذه الحروب السيبرانية التي تندرج ضمن مخططات متعددة متعددة الأوجه والأطراف تستهدف بلادنا في أصالتها وهويتها المتجذرة في عمق التاريخ وتمعن في حبك المؤامرات الرامية إلى التأثير على انطلاق الجزائر الجديدة المصنمة على استعادة دورها الرياضي إقليميا ومكانتها المستحقة في المحافل الدولية إنما جهودات الدولة على مستوى المحلي في مجال التنمية خلال الفترة الأخيرة انصبت حول تحسين الإطار المعيشي المواطن وذلك تطبيقا للتعليمات السيد الرئيس الجمهوري عبد المجيد تبون الرامية إلى القضاء على الفوارق تنموية والاختلالات بين المناطق الحضارية والريفية والجبلية واحتى بين تجمعات سكانية رئيسية وتلك المتمركزة على حواف البدن كما أن التأسيس للجزائر الجديدة التي وعد بها السيد الرئيس الجمهوري عبد المجيد تبون من خلال الـ 54 التزام هو اليوم يعمل جاهدا للجاد السيد كل وعوده في المستقبل المطمئن بإذن الله على العلي العظيم والتفاؤل سيمتنا والعمل الجاد والمخلص لم يعد شعارا بالهوى أمر مجسد في الواقع وخلق جسر للتحاور مع المواطنين والمواطنات والابتعاد عن الوعود الكاذبة وصرف الأموال في المشاريع غير المجدية والوصول بالتنمية إلى المناطق المعزولة والمتابعة المستمر وكذا التقييم الصحيح للأداء وتصحيح ما وجب تصحيحه في الوقت المناسب والتوزيع العادل وغير الممرقز للثروة وكذلك المشاريع ذلكم هو السبيل الوحيد للنهوض بالتنمية والذي يبلغنا للاستجابة لمطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم كما لا يفوتوني أن أشيد بالروح الوطنية لسكان ولاية سعيدة الذين أتقدم له بخالص عبارة شكر والتقدير على وقفتهم والتحامهم خلال الاحتفالات التي عرفتها الولاية بمناسبة الذكرى الستون لعيد الثورة في الختام وجدة شكري وترحابي بالسيد المدير العام للإذاعة الجزائرية والوفد البوراق فقله كما أتوجه برسالة لنساء ورجال قطاع الإعلام والاتصال ليكونوا بوناتاً للجزائر بسلاح العلوم والتكنولوجيا والمعارف وفياء لعهد الشهداء ورسالتهم الخالدة تحية الجزائر مجدو الخلود لشهدائنا الأبرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لك سيد الوالي إذن أرحب بضيف ولاية سعيدة والسيد المدير العام للإذاعة الجزائرية سيد محمد البغالي مرحباً بك وسعداء جداً أنك تشاركنا هذه الفرحة فرحة الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع السيدة الوطنية بداية كلمة ونحن نعيش فرحة هذه الذكرى وكلمة وأنت تقف اليوم عند هذه الحلة الجديدة التي اكتستها إذاعة سيدة الجهوية ومقرهات فرحة سيد المدير أولاً اسمح لي أن أستغرب منك الترحيب بي في بيتي في بيتي المحطة الجهوية تأسعيدة وولاية سعيدة أيضاً في البداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير وأرفع القبع للسيد والي وولاية سعيدة لما يقدمه من دعم ولما ينجزه أولاً لساكنة ويدي سعيدة بصفة عامة وللإذاعة للمحطة الجهوية لسعيدة بصفة خاصة ونحن اليوم نرى بشائر هذا الدعم متمثلة في هذه أو في إعادة ترميم هذه الاستوديوهات وإن شاء الله عن قريب إعادة ترميم قاعدة المحاضرات الكبيرة والجميلة إذن شكراً لكم السيد الوالي ومن خلال السيد والي الولاية أتوجه بخالص شكر لكل السلطات معنا اليوم سيد رئيس من الشعب الولاي سيد رئيس من الشعب البلدي سيد نائب وممثلي الجناء الأمنية إذن كل باسمه وكل بمقامه نتوجه لهم بخالص الشكر والتقدير ما سيأقول بهذه المناسبة إلا أننا أعدنا اكتشاف الجزائر الحقيقية الجزائر الكبيرة الجزائر القوية الجزائر المحترمة الجزائر التي تحترم وإذا لم تحترم لها من الإمكانيات ما يكفي حتى تفرض احترامها على الجميع وهذا ما رحضناه من خلال الاحتفالات الرسمية بستينية الاستقلال وأيضا بالاحتفالات الشعبية ملايين جزائريين خرجوا كما خرج الأهلاف في وليات سعيدة ليحتفلوا بهذه المناسبة العرض العسكري الذي عشناه يوم الخامس جوليا بالعاصمة كان خرافيا كان رائعا من خلال كل هذه الأشياء هذه الصور هذه اللوحات الجميلة أستطيع أن أقول بأن الجزائر تعيد اكتشاف نفسها كقوة قليمية لها ما تفرض من خلاله احترامها على جيرانها على باقي باقي دول العالم تاريخا وحضارة وثقافة وتمدنا لشعبها يعني شفنا احتفالات خرج الجزائريون بالملايين يعني ما اسمع ناش كلمة نابية مش في ناش حادث يعني مش في ناش طريق يعني ترك بعده المحتفلون أو سخن يعني هذا الدليل أنه ما ما يروع عن الشعب الجزائري هو مجرد مغالطات وأكاذيب ألقى الشعب هذه الأيام بحجر في أفواه مرددها نعم سيدة المديرة العامل أكيد أن الإذاعة كانت ولا تزال توثق جزءا كبيرا من هذا التاريخ المشرف ومن تاريخ أكبر ثورة في تاريخ الثورة التحريرية المجيدة من خلال رشد شهادات للأبطال الذين عيشوا تلك الفترة هل يمكن القول اليوم أن الإذاعة فعلا استطاعت أن تصون الذاكرة الوطنية وتحفظ الذاكرة الوطنية وما المطلوب من الأطقم الإذاعية في المستقبل إن شاء الله والله أنا كما كنت أقول دائما الإذاعة الوطنية لأنها ولدت كما قال السيد الوالي من رحمي ثورة التحرير الوطنية أنتم تعلمون بأن الإذاعة الوطنية لم تخرج إلى الحياة بموجب مرسوم كغيرها من المؤسسات الإعلامية العمومية في بقية الدول العالم المرسوم الذي من خلاله ولدت الإذاعة الوطنية هي ذلك المشهد لذلك الشاب الجزائري البطل الذي صعد ذات 28 أكتوب من سنة 1962 مبنى شارع الشهداء لينزع علم الاحتلال الفرنسي وليغرس مكانه علم الجزائر المستقلة وليعنن بذلك استكمال الجزائر الاستقلالها يعني الجزائر أخذت استقلالها العسكري واستقلالها الجغرافي واستقلالها السياسي في 5 جوليا 62 وفي 22 أكتوبر أخذت استقلالها الإعلامي إذن شهادة الميلاد هاته غير المسبوقة تجعلني أقول بأن الإذاعة الوطنية ليست مؤسسة إعلامية كباقي المؤسسات هي لا تتحمل فقط المسؤولية التقليدية مسؤولية الإخبار ولكنها أيضا تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه المساهمة في الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره وانسجامه ولا يتم ذلك إلا بالحفاظ على ذاكرته لأن الفيلسوف البريطاني الشهير بيرنارشو يقول شعب فاقد للذاكرة فاقد السيادة وإحنا الحمد لله الجزائريون لهم ما يكفي من الذاكرة حتى يحافظ على سيادتهم والإذاعة الوطنية لأنها بمجب ما هو منوطن بها من مسؤوليات تملك جزءا متواضعا ولكنه مهم جدا من هذه الذاكرة تضعه اليوم استجابة لتوجيهات سيد رئيس الجمهورية كما تعلمون سيد رئيس الجمهورية ومنذ منذ أكثر من سنتين يلح على ضرورة الاهتمام بملف الذاكرة الذاكرة ليست التاريخ الذاكرة ليست الماضي الذاكرة هي الماضي والحاضر والمستقبل الذاكرة تقع في قلبي ما يجب أن ننتجه من استراتيجيات أمنية اليوم كما تحدث السيد واري تحدث عن وسمحورين أطلت عن حروب الأجيال الجديدة هذه الحروب لا تستعمل فيها الدبابات ولا الصواريخ ولا الطائرات ولا الدرون ولا أي شيء من هذا القبيل حروب الأجيال الجديدة تتوجه إلى قلوب الشعوب وإلى عقولها تحاول أن تشككها في هويتها تحاول أن تشككها في تجذورها تحاول أن تضرب الثقة بينها وبين الدولة ولا يمكن أن نرد على هذه الهجمات إلا من خلال الاهتمام بميلوث الذاكرة واليوم الإذاعة الوطنية تضع ما تملكه من أرشيف في متناول من يريده من الهيئات والمؤسسات أهدينا قطعة ثمينة منه لوزارة المجاهد وذوي الحقوق بمناسبة يوم الذاكرة وقبل أسبوع فقط أهدينا قطعة ثمينة أخرى منه إلى وزارة الدفاع الوطني نحن فخورون بأن نلعب هذا الدور ولكنه يحملنا وأكثر من أي وقت مضى مسؤولية كبيرة كما قلت تجاه وحدة الوطن وانسجامه واستقراره نعم سيد موذي العام كنتم قد رهنتم قبل انطلاق العاب البحر الأبيض المتوسط بوهران على نجاح هذه التظاهرة وأن الجزائر ستثبت أنها فعلا قادرة على تنظيم أكبر من ألعاب البحر الأبيض المتوسط رهنتم أيضا على أن مؤسسة الإذاعة ستكون المرافقة الدائمة لهذا النجاح فاليوم شهدنا بالأمس فقط اختتام هذا العرس الذي احتضنته مدينة وهران كيف يمكن تقييم الأداء الإعلامي الذي رافق هذه التظاهرة أولا نحن كنا نقول دائما بأن هذه الألعاب ستنجح ونجح لأننا نعرف دولتنا ونعرف قدرة دولتنا على رفع التحديات ونعرف قدرة الجزائر يعني الجزائر خلطوا فيهم فقط ربما لو كانت خلطوا فيهم ربما كانت الألعاب هذه وهذه التظاهرة ما كانت تعيش هذا النجاح ولكن جزائريين كما جرت له رفعوا التحدي ونجحوا في ربعه بالنسبة للإذاعة الوطنية منذ البداية كانت المقاربة هي كالآتي أن هذه التظاهرة ليست تظاهرة رياضية فحسب ولكنها تظاهرة تحمل الكثير من الأبعاد السياسية والاقتصادية والسياحية والحضارية ومن خلالها وهذا ما أثبته الجزائر خلال فترة الألعاب من خلالها تتمكن الجزائر من أن تعيد إنتاج نفسها كقوة كبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط كانت قوة كبيرة في السابق وساهمت في نشر السلم في هذه المنطقة واللي زالت اليوم قوة كبيرة ومؤثرة في المنطقة إذن انطلاقا من هذه المقاربة شرعت الإذاعة الوطنية كما تعلمون وإذاعة سعيدة ساهمت باقتدار في ذلك في الترويج لهذه الألعاب قبل سنة من الآن ومشينا بالتدرج بالتدرج إلى أننا أسبوع قبل الألعاب الإذاعة الوطنية كانت تنتج ما لا يقل عن سبعين ساعة أسبوعيا من برامج مخصصة أو موجهة للترويج هذه الألعاب ثم جاءت فترة الألعاب وكانت الإذاعة الوطنية يبدو لي يبدو لي والله أعلم أن أكبر مشاركة للإذاعة الوطنية في تغطية أي حدث منذ تأسيسها كان بمناسبة ألعاب البحر الألعاب المتوسط كما تعلمون أرسلنا فريقا من أكثر من مئتين عامل أكثر من مئتين يعني لو كانت تحسب لي روتاسيون ربما وصلنا إلى ثلثمية يعني من تقنيين وصحفيين وسائقين والإذاعات المحلية شاركت بقوة في تغطية الحادث كما تعلمون أننا أرسلنا إلى وهران ما لا يقل عن تنين وستين وهناس محمد زبدة منسق الإذاعة الجهوية يصحني إن أخطأ نين وستين من الزميلات والزملاء ممثل الإذاعات الجهوية إلى وهران ليشاركوا في إنجاح التغطية الإعلامية لهذا الحدث بعثنا زملاء من تمرست وزملاء من إليزي وزملاء من أضرار لأننا نعتقد بأن هذه الألعاب أولا هي وطنية لا تختصر على ولاية وهران فقط وإذا قلنا وطنية يجب أن يشارك كل أبناء الجزائر من التاء إلى التاء في إنجاحها ثم أن هؤلاء الزملاء يشتغلون في مؤسسة وطنية من التاء إلى التاء أيضا اللي هي الإذاعة الوطنية إذن أعتقد بأننا بكل تواضع ساهمنا كإذاعة وطنية في إنجاح التغطية الإعلامية لهذه الألعاب هذا واجب مهني وواجب وطني وطني أيضا نعم نقطة أخيرة سيد المدير العام تحقيق الأمن أو ما يسمى بالأمن الإعلامي في الجزائر هو غاية لمؤسسة الإذاعة خاصة في ظل ما نشاهده من مؤامرات وحملات مسعورة ضد الجزائر كيف يمكن للإذاعة أن تلعب هذا الدور خاصة في ظل وجود مفارقة صعبة أننا نواجه الكذبة والتضليل بالحقيقة والصدق والمزدقية هي ليست مفارقة أنتم تعلمون بأن حبال الكذب قصيرة حبال حبال الحقيقة طويلة ونحن نستثمر في الحبال الطويلة قبل أسابيع قليلة قرأت مقالا في إحدى الصحف تعلجيران الذين لسنا ندري لماذا يكرهوننا ولماذا يخططون أو يكيدون لنا لسنا ندري ولكن قرأت مقالا في إحدى الجريد عنوانه كان آتي فشلنا إعلاميا أردت أن أضع هذا المقال على صدري ممثل من الإذاعة الوطنية كوسام كوسام شرف هذا دليل بأنه كل ما يحاك في هذا المجل للجزائر باء بالفشل وسيبق بالفشل وطبعا الإذاعة الوطنية تعتبر نفسها في خندق الصد الأول نحن نبث ما لا يقل عن تماميات ساعة برامج يوميا عدنا اليوم منصة رقمية من أقوى منصات الرقمية المنسون الوطني عدنا اليوم كما تعلمون تطبيق تطبيق تحاتف النقال ولست أدري يعني ياما حاسين الصدف سيد الوالي أنه أنه لاميزا جور تعو لأنه لا نتحكم فيها لاميزا جور تعو تندير في الولايات المتحدة الأمريكية يعني برمي جيت اليوم خمسة جويل واليوم التطبيق على الهواتف النقالة اللي بدأ من جنفي آآ 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 ماشي يعني بشكل جيد اليوم الصفحات يعني الصفحات الإذاع الوطنية على الفضاء الأزرق تجمع ما لا يقل عن عشر ملايين مشترك يعني الإذاع الوطنية هي الوسيلة الإعلامية الأوسع انتشارا في الجزائر والأكثر تأثيرا وعليه فإننا نتحمل مسؤوليتنا كما يجب ولكن بأن نمارس مهنتنا كما يجب أن تمارس احتراما لأخلاقياتها التزاما بقواعدها بموافقها لا يمكن أن نرد على الكذيب إلا بالصدق ولا يمكن أن نرد على الإشاعات والأخبار المغلوطة إلا بالأخبار المؤكدة للمصادر ولا يمكن أن نرد على الدجل وتشويه الحقيق إلا بتمكين المستمعين والرأي العام الجزائري والدولي من قراءات وتحاليل صادقة وموضوعية وهذا ما يفعله الزميلات تفعله الزميلات ويفعله الزملاء كل يوم في الإذاعات الوطنية وفي الإذاعات الموضوعاتية وفي المحطات الجاوية تشرفنا في الفترة الأخيرة يعني في ظرف أسبوع تقريبا فقط سيد رئيس الجمهورية تكلم عن الإذاع مرتين يعني بالإجابة هذا شرف لنا وسام نعلقها على صدرنا ولكن أيضا يحملنا المزيد من المسؤوليات وأعتقد بأن كل الزميلات وكل الزملاء في كل مواقع العمل العفوانتان إذاع الوطنية يشعرون بهذا وبهذه المناسبة أرفع لهم هم أيضا القبعة وأتوجه لهم بخالص التقدير والعرفة نعم كلمة توجه لسكان ولاية عيدة خاصة ونحن نقبلون أيضا على مناسبة دينية عظيمة عيد الأطحى المبارك إن شاء الله كنا نعتقد بأنه كما يقول المغني أن سعيدة بعيدة ولكن هي في النهاية سعيدة ليست بعيدة ربما جغرافيا على العاصمة والجغرافيا في متر هذه هكذا حالات لا معنى لها سعيدة قريبة جدا إلى قلوبنا هي مدينة ثائرة مدينة تاريخية وسكنها هما رسمانا لو لاهم لما وجدت هذه الإذاعة ولما استمرت ولولاهم لما بادر السيد الوالي إلى المساهمة في ترميل بعض أجزاء هذه الإذاعة يعني كلنا خدام المستمعين بصفة عامة وأنتم في محطة سعيدة خدام لساكنة محطة سعيدة خليني هنا برك نفتح قوث إذا كان سمعت تصور لحظة لو أنه ما فيش جسور بين الإذاعة والمواطن هنا نسمح لأعدائنا بأن يضربوا الثقة بين الدولة والشعب في الصميم الإذاعة هي تمد هذه الجسور من حق المواطن أن يغضب من حقها أن يغضب ومن واجب الإدارة أن تخفف من وطع غضبه نحن نمارس هذا الضور أننا نسمح للمواطن بأن يرفع غضبه وقال ما تمشيش للطريق ما تحرقش بلادك إذا كان عندك انشغال أروح لإذاعة وطرعه والإدارة في الاستماع والإدارة ترد أيضا من خلال الإذاعة وبفضل هذه العملية نساهم إن صح التعبير في في الاستقرار النفسي للعباد والبلاد إذن دور الذي تلعبونه دور كبير جدا ربما لا تشعرون به في غمرة العمل اليومي ولكن صدقوني أنتم بعضهم يقول أنه في حالة السلم وزارة الدفاع هي الإعلام ونحن في حالة سلم إذن يجب أن نلعب هذا الدور دور الدفاع عن مقومات الجزائر عن وحدتها واستقرارها وأن لن نسمحها لأعداء الجزائر بأن يضربوا هذه الثقة بين الشعب والدولة نعم شكرا جزيلا لك سيد المدير العام للإدعاء الجزائرية سيد محمد بغالي شكرا لسيد ولي ولاية سعيدة على كل ما قدمه لهذا المنبر الإعلامي كما قلت سنبقى شريك وهمزة وصل بين السلطات الولائية والمواطن في ولاية سعيدة أحيي الجميع ضيوفنا الكرام كلهم باسمه ومقامه تحييتنا لكم مرحبا بكم إذن مستمعي فاضل بهذا أصل معكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص أحييكم نلتقي بخير وسلام عليكم